هل مفهوم الحاكمية يدي الحق في أنهم يستخدموا العنف والإرهاب في تغيير من يختلف معهم ولا المفروض يعني يتبعوا أسلوب وجادلهم بالتي أحسن لسه بنواصل حوار مع دكتور سروة الخرباوي المفكر والخبير في شؤون الحركات الإسلامية هو الحاكمية يعني هذا المفهوم العظيم ده اللي بيؤمنوا بي وأسسوا حسن البنة وتلقفوا منه سيد قد يعطي الذريعة لهم أنهم يستخدموا كل أشكال العنف والإرهاب ضد من لا يتبع أفكارهم من باب من ليس معنا فهو ضدنا بصي في مقولة مزيفة عندهم اللي هي الإسلام هو الحل أو نحن عايزين نطبق الإسلام أنا عايز أقول أنه فكرة تطبيق الإسلام أولا الإسلام عبارة عن عقيدة وعبارة عن عبادات وعبارة عن معاملات العقيدة اللي هي أن نؤمن بالله واليوم الآخر ربنا قال إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنا أؤمن بالله واليوم الآخر دي العقيدة ودي بتبقى خاصة بكل إنسان دي ما بيصدرش بها قانون ما بيتقالش في القانون أيها الناس يجب أن تؤمنوا بالله وباليوم الآخر لأن ده أمر شخصي في داخل كل إنسان الثاني حاجة العبادات نصلي نصوم نزكي نحج العبادات دي برضو يؤديها كل إنسان طيب ثالث حاجة اللي هم بيقولوا بقى المعاملات اللي هي متعلقة بإدارة الناس لأمور حياتهم هم عايزين يتحكموا فيها فدي التي يطلق عليها الشريعة والدكتور سعد هلاي الحياة أصاب لما شرح قبل كده وقال ما ينبغي أبدا أو لا ينبغي أبدا أن تسمى شريعة إنما تسمى فقه اجتهادات الفقهاء هي مجرد اجتهادات الفقهاء أو أراء الفقهاء إنما هي ليست شريعة منزلة من الله رب العالمين مباشرة إلى الناس إنما هي تستنتج وتستنبط فاء الإنسان في المعاملات بين الناس وبما أن هناك هيئة شريعية هي التي تشرع للناس يبقى إذا لما يجوا يقولوا تطبيق الإسلام ما الناس بتطبق ومؤمنة بالله واليوم الآخر والملائكة وطيب العبادات في ناس بتتعبد وناس ما بترداش تعبد الله بل لا ينبغي لي أبدا أن أتصلت عليهم أو أن واقع عليهم عقوبة دنيوية لأن الله سبحانه وتعالى صاحب العقوبة فيما يتعلق بالعبادة لأنها صلة بين الإنسان وبين الله مباشرة فالله هو الذي يوقع العقوبة أو يرحم أو يغفر كما يشاء لكي أقنع الناس ما ينفعش أستخدم العنف والإرهاب وده عاوزة بس أروح بقى لمفهوم آخر وهو فكرة الغزو لا أنا لسه ما اتكلمتش على الحاكمية الحالة هتخلص ومش هندخل على مفهوم الغزو وأنا عايزة أستغل حضرتك في مفاهيم كتير تحب تبطيش إساري على الحاكمية أنت مستغل عندنا دايما لأنه مستغل علم لكن هقول لحضرتك بسرعة كان فيه برنامج سنة 2017 لما حصل حدثة الوحاة وجه الإرهابي اللي باللي اتقبض عليه اللي اسمه عبد الرحيم المسماري والإعلامي أعمد أديب عمل معه حوار بيتكلمه عن مسألة القتال والقتل عشان دول في جاهلية هل كده فراح المسماري هاي اللي أعمد أديب ما هو النبي قتل أعمامه طبعا هو دي مش صح النبي ما قتلش أعمامه أبدا فراح رد أعمد أديب كان إيه كان غريب جدا ومؤسف جدا ومؤلم جدا قال له ما قتلهم عشان كفار ودي كانت كارثة المعاني اللي بتتصرب من الفكر بتاع الإخوان وبيدخل في عقول الناس إنه حد عشان كافر يبقى يقتل لا الكلام ده غير صحيح ربنا في القرآن قال إيه قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يبقى القتال هنا قتال دفاع أنت بتتكلم في إيه ربنا ما أمرش إنه النبي يقتل الكفار إنما الأمر هنا كان بمناسبة أنهم كانوا يقومون بغزو المسلمين ومحاولة قتال المسلمين فكان الأمر أنهم يقفوا يردوا عليهم ويقتلوهم هذا قتال الدفاع عن النفس والدفاع عن العقيدة والدفاع عن ضد المجموعة أو المال ضد تلك المجموعة أو الفرقة الكافرة التي تريد أن تقتل المسلمين وتقتل النبي وكان هذا الخطاب موجه إلى النبي وإلى المسلمين في عهده لكن ما فيش أمر بأن أنا أول ما شوف واحد أقول إنه هو كافر روح أكله أنا مين أنا علشان أحكم أنه كافر أو غير كافر وما فيش فكرة الغزو وأن أنا أروح بالعنف وبالإرهاب أروح أعمل غزو من منطلق أنه جهاد ما فيش حاجة على الإطلاق في الإسلام اسمها جهاد الطلب هو الجهاد جهاد الدفع يعني جهاد الدفاع يعني الدفاع عن النفس مش ممكن أبداً بعد ربنا ما قال لنا وقال لسيدنا محمد في القرآن لا إكرهها في الدين قد تبين الرزد من الغي وبعد ما قال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويقول له عشان كان بيجهد نفسه فلعلك باخرن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث مش ممكن أبداً بعد ربنا ما قال له كده يمسك سيدنا محمد والمسلمين تشوفهم ويمشوا يحربوا ويغزوا سيدنا محمد لم يكن غازياً على الإطلاق ولم يغزوا أحد ولكنه كان مغزواً هل في جمهور من بعض الفقهاء مرسوا نوع من الإخفاء المتعمد لبعض النصوص أو حرفوا بعض الكلام وبعض النصوص وده تسبب في ظهور إسلام الغزوات والقتل والإكراه والحرق هم ألبسوا أشياء كثيرة ثوب الدين يعني بيقولوا إنه ربنا قال لنا نروح ناخد الجزية من غير المسلمين طيب نجيب الأهود من الآية 29 في صورة التوبة المبرر إنه يطلع المسلمين ويروحوا في البلاد يقولوا نفتحها وبعدين نحكمها وبعدين ناخد منهم جزية طيب ويردوا عبر السنين بقى ويجي فقهاء جدد دعاة جدد مفكرين جدد يروح دكتور سليم العوة ولا يوسف القرضاوي ولا دا ولا دا يقولوا أصل دا عقد حماية عقد حماية يعني هم رايحين هناك فهياخدوا منهم الجزية عشان يحموهم يحموهم ليه مين قال المسلمين هل هم بعتوا دعوة إلى المسلمين قالوا لهم أرجوكم تعالوا حمونا ساعتها يبقى فيها عقد بينهم فيقول دكتور سليم العوة دا عقد استئمان يعني استئمنوهم على نفسهم فالمسلمين قالوا لهم طب خلاص خلاص عودوا أنتم ما تتحركوش احنا بقى هنحميكم بس اتفعلنا فلوس تنتو كده دي مفاهيم المرتزق دا كلام فيه إساءة لإسلام إساءة كبيرة الكلام دا من الصحيح صحيح بيقولوا أن دا كان في مفاهيم قديمة بس دا غلط غلط مهما كان الذي قام به لأن الله سبحانه وتعالى وهقولك ليه ما عليش احنا طولنا شوية بالتيال لكن لما ربنا يقول في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون بغض النظر عن أن الآيات الأولى في هذه الآية الجزء الأول منها بيبين الصفات اللي ربنا أمر سيدنا محمد واللي معاه دي مش لينا أن هما يقتلوا فئة معينة من الناس دي صفاتهم وبعدين رحمة حدد في الآخر من الذين أوتوا الكتاب ما قالش من أهل الكتاب ما قالش من المشركين ما قالش من الكفار من الذين أوتوا الكتاب يعني طيب هما الصفات بتوع أهل الكتاب مين في أهل الكتاب تضم يعني شرائح متعددة منهم الذين أتيناهم الكتاب وربنا قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه وقال عنهم يتلونه حق تلاوته ومنهم الذين أوتوا الكتاب ومنهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فربنا حدد لأنه دول فئة معينة اللي هي أمة الغساسين التي نزلت صورة التوبة بخصوص غزو التبوك لما كانوا جايين الروم والغساسين وهي قبيلة في الجنوب الشرقي للشام أصلها من اليمن وأعدت في هذا الشريط وسيطرت عليه والروم كانوا بيستخدموهم هم غير مؤمنين حقيقة بحتى بالعقيدة المسيحية العقيدة بتاعتهم عقيدة مختلفة أخذوها ظاهرا من الروم فدول جم في مؤتة قبل كتب وقاتلوا المسلمين وجم تاني في تابوك هنا اللي هي قرب الأردن وهي حاليا تبع الأردن عايزين وقتلوا مسلمين كتير وقتلوا قبائل عربية ونهبوا أموال هنا في هيئة ينبغي أن تقوم لتوقيع عقوبة على هؤلاء عشان كده ربنا قال من الذين أوتوا الكتاب مش كل الذين أوتوا الكتاب وقال حتى يعطوا الجزية الجزية جزاء جزاء للجريمة التي ارتكبوها من قبل عن يدهم وهم صاغرون عن موقف محدد حاولوا هما يخففوا خلوه عام لأ وبعد كده حاولوا يخففوا مفهوم الغاز والفتوحات ويقولك جهاد الطلب ما هو خلوه بقى جهاد الطلب حتى ننشر الإسلام مع أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا ذلك على الإطلاق الله سبحانه وتعالى في الآية اللي أنا قلتها من شوية قال جهاد الطلب عشان كده حتى بيخففوا الإسلام انتشر تحت حماية السيف مش بحد السيف لا يا أستاذ بحد السيف في مواقف كثيرة وبالتجار في مواقف تانية اللي أظهروا المظهر الرائع الجميل للإسلام تحت حماية السيف دي ليه قال علشان الحكام اللي بيحكموا البلاد دي مش عايزين الدعاء بتعنى ينزلوا في البلاد ويحكموها طيب انت قهرت الحكام خلاص تقعد ليه في البلد وتاخد فلوسهم ليه وطب ما هو خلاص انت قتلت الحكام ويتحط حاكم تاني يتتفق معاه وكل حاجة وينزل الدعاء بتوعك إيه المفهوم ده يعني لما كانت بتجي لنا الحملة الفرنسية ولا يجي لنا الإنجليز ولا الإنجليز يروحوا الهند ولا 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 يجي لنا التطار ولا غيرهم نديهم الحق انهم نقول دول جايين عشان يحمونا نعم أصلا عايزين يدخلوا المبشرين بتوعهم هنا أو هنا وإحنا منعينهم لا يا أستاذ لا اكرهها في الدين لا يا أستاذ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ده خطاب موجه لسهدنا محمد نعم أفأنت أفأنت يا محمد تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا ينبغي أن يكون هناك موضع إكراه حتى ولو كان إكراها معنويا وليس إكراها ماديا بفلوس أو بسيف أو بحكم أو بإدارة أو ما شابه دالي فيعني إنما أنا أعطي العذر أيضا عشان محدش يجي يرفع برضو السيف على رقابتي أنا الأمة العربية الناشئة بعد وفاة النبي كان جنبها أمة الروم وأمة الفرسة عايزين يبتلعوها فكان ضرورات الأمن القومي بتاعتها إنهم يطلعوا يروحوا ناحية الشام ويروحوا مصر ويروحوا فارس عشان يؤمنوا الوضع بتاعهم هنا دي مفاهيم دولة أو إمبراطورية عربية ناشئة اتبعت ما كان يتبع في السياسة الدولية اقتهى ترجمة نانسي قنقر